بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه المنزلة ينبغي أن يصل إليها كل مسلم ومسلمة ليترسخ إيمان الإسلام في قلبه فلا يتزعزع أبداً لا شبه تجرفه ولا قول يطعن في الإسلام يؤثر به لأن إيمانه إيمان الجبال الراسخ في قلبه وهذا لا يكون إلا لمن يتعلم دين الإسلام وهذا البرنامج جاء لكي يرسخ في قلوبنا هذه العقيدة السامية لا سيما في هذا الزمن الذي اجتاحت فيه شبهات الإسلام في كل مكان ومن كل صوب وحدب تطعن في الإسلام في جهة وتطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر وتطعن في الأحاديث وتطعن في السيرة هذه إذا لم تواجه بعلم راسخ ويقين ثابت عن دراية وعلم إن جرف المسلم حول هذه الشبهات المثارة ذكرنا في الحلقة السابقة أيها الكرام من البراهين التي تدل على صدق بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في الكتب السماوية السابقة أي قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم هناك براهين ودلائل وآيات دلت على أن ثمة رجل سيبعث في ذاك الزمن الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة وذاك النعت الذي كتب في الكتب السماوية السابقة لكن ذكرنا أيضا أن هذه الكتب السماوية السابقة أطالتها أيدي التحريف وغير أهل الكتاب كثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا والله سبحانه وتعالى قد وكل حفظ التوراة والإنجيل إليهم بما استحفظوا من كتاب الله لكنهم غيروه وبدلوه ولم يحفظوه أما كتاب الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه ورعايته كما يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حفظه الله سبحانه وتعالى بأسباب كثيرة هيأ لهذه الأمة علماء وهيأ لهذه الأمة حفظة لكتاب الله لا تزيغ قلوبهم عن تثبيت القرآن لغيره من الناس ونقله كما سمعوه من الذين من قبلهم فالصحابة سمعوا القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وكما سمعه جبريل من الله جل وعلا وهكذا وصل إلينا القرآن الكريم لم يغير فيه حرف ولم يزد فيه أي كلمة لأن الله قد تكفل بحفظه ورعايته والشيء بالشيء يذكر أن من القصص التي تروى في حفظ القرآن قصص كثيرة منها أن ثمة يهودي كان يجلس في مجلس الخليفة في الزمن الأول في زمن الدولة الأموية وكان هذا الرجل اليهودي يعني يأنس بكلام الخليفة ويأنس بكلام الحاضرين وكان بليغا شاعرا فصيحا فقال له الخليفة إنك أنت أنت يعني أنت الرجل لو كنت مسلما فهذا الرجل اليهودي قال أنا أريد أن أعمل اختبار للمسلمين حتى أعرف مدى يعني حفظهم لكتاب الله فذهب إلى كتاب اليهود وهو التوراة وحرفه وباعه على اليهود فاشتراه اليهود ثم ذهب إلى النصارى وغير كتابهم الإنجيل وباعه عليهم فاشتراه قساوستهم وكبارهم وغير القرآن وذهب به إلى الوراقين والوراقين هذا مكان لكتابة الكتب قديما وهؤلاء لم يكنوا علماء إنما كانوا يكتبون الكتب فذهب إلى الوراقين وقال هذا قرآن أريد أن أبيعه عليكم فنظروا فيه فارموه على وجهه فقالوا لا نشتري هذا الكتاب قال هذا القرآن قالوا هذا ليس بقرآن فذهب إلى الوراقين غيرهم هكذا فردوا الكتاب عليه فعلم أن هذا الكلام هو كلام الله الذي لا يمكن أن يبدل أو يحرف من أحد الحمد لله وبعد حياكم الله أحبة المشاهدين أخواتي المشاهدات رغم هذه المحاولات من تحريف التوراة والإنجيل في الكتب السماوية السابقة على أيدي اليهود والنصارى إلا أن الله سبحانه وتعالى قد حفر شيئا في هذه الكتب يدل على صدق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر يعتبر من كذلك أعظم البراهين التي تثبت صدق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنها جاءت قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانت موجودة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فهو لم يأمر بها ولم يدر عنها صلى الله عليه وسلم إنما الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى والذي أثبتها الرب جل وعلا فرغم هذه التحريفات التي طالت كتبهم من التوراة والإنجيل وغيرها إلا أنه ما زالت هناك براهين ثابتة إلى اليوم في هذا الكتاب المقدس الذي يسمونه تدل على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سفر التثنية في الإصحاح الثالث والثلاثين سأقرأ عليكم ما جاء في سفر التثنية في هذا الإصحاح الثالث والثلاثين وما يدل في هذا الكلام على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام موجود عندهم ما زال في الكتاب المقدس يقولون جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار هكذا جاء في سفر التثنية في الإصحاح الثالث والثلاثين في المقطع الثاني جاء الرب من سيناء يعني أن الله سبحانه وتعالى نزل على موسى في سيناء في مصر وأشرق لهم من ساعير أي في سوريا أو في فلسطين فعيسى عليه السلام بعث في فلسطين فالله سبحانه وتعالى كذلك أنزل كلامه على عيسى في ساعير وهي في الشام في فلسطين وتلألأ من جبل فاران فاران عند أهل الكتاب باتفاقهم أنها مكة ولم يبعث نبي بعد موسى وعيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم وتلألأ من جبل فاران يعني من مكة وهو الموطن الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم وتلألأت مكة بنزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم فعلا تلألأت جبال مكة وهي فاران ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ألوف الأطهار من الصحابة الكرام والذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا في مكة بداية بالمئات ثم الألوف ثم هاجروا إلى يثرب مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المقطع يدل أيضا على صدق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في إنجيل يوحنى في الإصحاح الرابع عشر عبارة أخرى والعبارات كثيرة أيها الكرام لكني سأكتفي ببعض هذه الآيات كما يسمونها في إنجيل يوحنى في الإصحاح الرابع عشر في الآية السابعة أو المقطع السابع جاء فيه إن لم أنطلق يعني من كلام عيسى عليه السلام إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارق ليط ولكن إن ذهبت أرسله لكم يقول عيسى عليه السلام إنني إذا لم أذهب لن يأتيكم الفارق ليط الفارق ليط كلمة يونانية قديمة ماذا تعني؟ وهذا التحريف الذي أصاب كتبهم أنهم ترجموا الفارق ليط ولم يعربوها لأنهم لو نقلوا الكلمة اليونانية إلى العربية لاتضحت معنى هذه الكلمة بوضوح الشمس لكنهم ترجموها إلى معنى مخالف فقالوا معنى الفارق ليط المعزي ماذا تعني كلمة المعزي؟ لا تعني شيئا الشيخ عبد الوهاب النجار أو الدكتور عبد الوهاب النجار له كتاب اسمه قصص الأنبياء الدكتور عبد الوهاب النجار يقول سألت أحد علماء اللغات العبرية القديمة والسريانية القديمة واليونانية القديمة فقال له أنا أسألك عن معنى كلمة الفارق ليط اليونانية القديمة ماذا تعني بالعربي؟ فقال يقول القساوسة أنها تعني المعزي قال أنا لا أسأل القس إنما أسأل الدكتور بارلو الخبير في اللغات القديمة فأطرق ساعة ثم قال البارق ليط أو الفارق ليط تعني كثير الحمد فقال هل يدل هذا على اسم أحمد؟ قال نعم قال فإن من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أحمد برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فقال له يا بني إنك تحفظ كثيرا هذه الآيات التي في الكتاب المقدس وهذه العبارات التي وجدت كلها تدلل على صدق بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى وقت البرنامج ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة في أمان الله ورعايته يا بني إنك تحفظ كثيرا